موجة جديدة لحم الضنك تعود إلى تعز لتحصد أرواح عشرات المدنيين نتيجة حتمية لوضع صحي متدهور تعيشه المحافظة بسبب الحرب والحصار أكثر من خمسة آلاف حالة اشتباه بحم الضنك في ثلاث مديريات بمحافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأعلى ناهيك عن تسجيل أربع حالات وفاة منذ مطلع الشهر الجاري القطاع الصحي في البلاد يعاني من تدهور حاد منذ خمس سنوات ما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية المرضى لا يستطيعون مقاومة هذا الوباء والمستشفيات عاجزة عن تغطية أبسط الاحتياجات الصحية وإن وجدت قد تكون غير صالحة للاستخدام نتيجة سوء التخزين أو النقل أما المعضلة الأبرز فهي صعوبة التعرف على الفيروس الغامض بالتزامن مع ضعف الأداء الوقائي والتواوي بالمنطقة وتفادياً لانتشار هذا الوباء أقرت الحكومة تشكيل لجنة طوارئ للحد من المرض في عدد من المدن المحررة منظمات محلية تحاول بالقدر الممكن مساعدة السلطات في مواجهة هذا الوباء رغم محدودية الإمكانات تدشن اليوم مؤسسة شراكة المخيمة الأول لحد من أمراض الفيروسية الحمضنك وذلك بمساعدة المعسرين الذين لا يملكون قيمة الفقلوسات وقرب الدم والصفائح الدموية من الحرب والحصار إلى المرض والموت هكذا يعيش أبناء محافظة تعز في ظل تفشي هذا الفيروس وانتظار التدخلات العاجلة لحل هذه الكارثة بات أمراً ملحاً وحاجة ضرورية ترجمة نانسي قنقر